بالمبدأ هذا اتفاق إطار وليس اتفاقا ملزما لأي من الطرفين لا الحكومة اللبنانية ولا الصندوق المنقد لأنه صار على طبقة أو مستوى الموظفين مثل مقال الصندوق المنقد فهذا بالبداية. اثنين المبلغ. ثلاث مليار أو أربع مليار دولار على ثلاث أربع سنوات. هل نحن بحاجة لهذا المبلغ لحتى نعمل انت عاشي اقتصادي أو للسلوك نحو المسار الصحيح أو الوضع اللبنان على السكة الاقتصادية الصحيحة لا أعتقد أننا بالدعم روحنا 16 مليار و17 مليار. المبدأ هو ليس في الكمية. الموضوع حتى المجتمع الدولي حتى صندوق النقد والبنك الدولي اللي كان هو في جزء من يعني المسار من ثلاث عقود. هو كان يعني يحمي أو كان يستأنس بهذه الطبقة السياسية المالية الاقتصادية. اليوم أنا باعتقادي أنه صندوق النقد حتى لم يعد يستسيغ هذه الطبقة السياسية. لأنه الثقة مفقودة. بمعنى الشروط حكيت عنها أنت. تفضلت فيها هلأ. هذي شو بتدل؟ بتدل أنه هذه الطبقة السياسية لم تعد موثوقة حتى عندها البنك الدولي وعندها مؤسسات النقدية أو المالية الدولية. التي هي مؤسسات ليبرالية. وليست مؤسسات اشتراكية يعني. فكرمال هيك. يعني إعدام هذه الثقة خلى صندوق النقد بعض مفاوضات طويلة. وعسيرة مع الحكومة اللبنانية. أنه يضع التنفيذ متأخرا حتى تطبق الحكومة اللبنانية هذه الشروط. وللمعلوم أنه الكثير من هذه الشروط لن تطبق قبل الانتخابات النيابية. إذن رح للموضوع إلى بعد. هذا حتى يعني إذا لم تطبق هذه الشروط لن توافق إدارة مجلس يعني إدارة الصندوق الدولي. بعد لم تعطي الموافقة. هذا مثل اتفاق مبدئي بين اللجنة التي شكلها صندوق النقد الدولي. واللجنة اللبنانية التي كانت عم بتفاوض على هذه البنود. إذا بدنا نبلش نحكي. 3 مليار دولار بدون دعم تكفي لإصلاح لبنان على أربع سنوات. يعني تحدثت حضرتك أنه نحنا صرفنا على الدعم حوالي 16 مليار دولار. ولكن اليوم عم نحكي ب3 مليار دولار على أربع سنوات. نحنا 16 مليار تغيرنا هنا بحدود السنتين على موضوع الدعم. صحيح. كيف بدأت تكون المقاربة؟ وكيف يعني ممكن نستوعب أنه هذا المبلغ القليل لما صرفناه مقارنة بما صرفناه قد يعيد النشاط الاقتصادي ويحيي الاقتصاد اللبناني من الموت السريري اللي هو فيه. خلينا نتفع على مسلمة أول شيء. أنه ليس هناك من خطة اقتصادية إنقاذية للبنان. اللي صار بالموازنة هو شيء يعني لا يتقبله عقل بكل الخبراء المالين الاقتصاديين بيقولوا هيك. يعني ما في عنا خطة إنقاذية أو خطة تضع لبنان على السكة الصحية. لا 3 مليار ولا 30 مليار. إذا بقينا يعني ندور في هذه الحلقة المفرغة ما حنوصل لمطرح. كرمال هيك سندوق النقد. أعطى هذا المبلغ الضئيل. لأنه ليس له ثقة بهذه الطبقة السياسية. في عنا هون شيئين. الطبقة السياسية فعلت شيئين. أو المطلوب منها شيئين. أولا هو تحرير سعر الصرف. رفع الدعم عن المحروقات. عن الأدوية. عن المواد الغزائية. عن كل السياق. اللي شفنا بخلال السنوات أو السنتين الماضيتين. واللي وقفت الطبقة السياسية مجتمعة خلف رياض سلامة. الذي كان هو الانتحار الذي وقف أمام الناس وبدأ يرفع الدعم سلعة سلعة أو ملفا ملفا عن كل هذا الموضوع. يعني هون هذا الجزء من الديفوار أدته الطبقة السياسية. من دون أن تصطدم مع الناس. اللي كان بالواجه هو حاكم مصر في ربنان. كرمال يكشفنا هذا اللي صار عندنا بالصيف بالنسبة للبنزين والمزوط ومشاكل. هلأ لما وصلنا إلى الجزء الثاني من الواجب اللي هو المتعلق بالطبقة السياسية والطبقة الميلية والاقتصادية استضم صندوق النقد مع هذه الطبقة. يعني لما نقول صندوق النقد أنه إعادة هيكلة المصارف هو كل مشكلة. ما هو حليمة في لبنان؟ المشكلة هو على من يتحمل الخسائر. اليوم كيف ستوزع هذه الخسائر بعد هذه البنود والشروط. يعني نحكي عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي. تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين. من إصلاح القطاع العام ومؤسساته. وتحديدا قطاع الكهرباء. يعني ما لم يستطيعوا أن يقوموا خلال سنوات الماضية يقوموا بالفترة القصيرة. أيضا توحيد سعر صرف الليرة اللبنانية. يعني بطل عنا سعر سوء صودة و1500 و8000 وصيرفة. كله على ما أظن سيتوحد تحت صيرفة اللي ستكون هي المرجع في هذا المجال. وبيئة مؤاتية للنشاط الاقتصادي. كل هول. كيف سيتمكن لبنان من تأمينهم؟ وتحديدا بموضوع القطاع المصرفي. وبعد كل هذه الإصلاحات التي ستحصل. كيف سنوزع الخسائر؟ مين سيتحمل مصرف؟ هذا هو المشكل. الأساسي من لما نبلش الانهيار في 2019. الجدل يدور حول من يتحمل الخسائر. الطبقة السياسية والطبقة المالية والاقتصادية ومعنى المصارف. عم بيحطوا التحميل الخسائر إلى طرفين. الدول اللبناني والشعب اللبناني مع المودعين. صندوق النقد الذي هو مؤسسة ليبرالية متطرفة يمينيا. نحن نعتبرها. هو لم يوافق على هذه المجزرة بحق اللبنانيين. بمعنى صار في شركة أفلسة فيتحمل خسائر ثلاث أطراف. القطاع المصرفي ومصرف لبنان والدولة والمودعين والناس. كمان المودعين بتحمل المسؤولية لأنه كمان هن أصابهم بعض الطمع بإداءة كل هذه المبالغ لاحتساب الفائدة. أي طمع هذا الذي اليوم أنا كمودع أو كلبناني وين بحط مصرياتي؟ بدي حطهم تحت المخضي ولا تحت التخذ. نحن نعملنا على أساس أغروا المودعين في الفترة الأخيرة. كان في الإغراء اللي حصلوا عليه إن كان موضوع الفايدة. تحطوا مصرياتكم لبنان وانتخذوا فايدة عالية. ولكن لا يتحمل هذه الفسارات المودع. الدولة أغرط مصرف لبنان. مصرف لبنان أغرط المصارف. المصارف أغرط المودعين. مغرر به المودع. فكل هذه الدائرة بتدفع لتحمل المسئولية. بتحمل المسئولية. يعني بتدفع كلفة الخسائر. طب أديها لتحمل المسئولية. صار فيها حكي كثير يعني أنه بتحمل المسئولية بالمسئولية بالفوائد غير المستحقة اللي أخذوها على مدى الخمس سنوات أو 2016. هذا جدل يعني صار فيها حكي كثير عن هذا الموضوع. بس ما وصلوا لبعض نتيجة. لاش؟ لأنه بعد المصارف متشبثة. هنو جزء من حزب المصر في المجلس النيابي متشبثة بأنه لن تدفع شيئا من الخسائر. هي بتعتبر حطة مصريات عند المصر في لبنان. مصر في لبنان أعطاهم للدولة الدولة سرقتهم أو أهدرتهم أو نهابتهم للتوصيف اللي بدك إياه. فنحن لا نتحمل الخسائر. صندوق أنا عاد عم بقول لا. هؤلت ثلاث أطراف بيتحمل الخسائر إذا ما نمشي أو نفتح مرحلة جديدة في الاقتصاد وفي المالية اللبنانية. الطبقة السياسية اليوم الطبقة الاقتصادية والمالية هي بعدها عم بتكابر ولا تريد أن تتحمل. وهي الآن عم بتسوف بموضوع الاتفاق مع صدوق النقد بل تطلع من موضوع تحمل الخسائر. وإلا طيب القطاع المصري في أفلس. ليش ما بنعمل إعادة هيكل القطاع المصري فيه؟ فما زالوا مش عم تقدر أنتوا عم بتقولوا كمان أن الدولة أفلست. وهذا اللي حكي النائب الإسام الحسوز أراء سعادة الشامة. هو لم يعني لم يكن هيك زلة لسان أو فلتت شوط. لا. هو كان مقصود لتحضير اللبنانيين لأنه هذه الدولة أفلست. هو شؤال الدولة أفلست ولم يقل المصارف أفلست. ليش؟ لأنه عندما تفلس الدولة على الجهة المفلسة أن تتوجه أصولها. يعني إحنا بس كنا ناخد قرد من البنك. إذا أنا ما قدرت تصدق بيحجزونك على أملك. فبيرهم كانوا الاستند الشقة أو الأرض أو السيارة أو مشاكل. هنه شو عم بقولوا الدولة اللبنانية أفلست. هي اللي أخذت مصريات الموضعين ومصريات المصارف. إذن علينا التوجه إلى بيع أصول الدولة. لكي نوعيد للمصارف أموالها وتوعيد المصارف أموال الموضعين بما سمي الصندوق السيادة لحكيوا عنه. هذا تحضير لمرحلة بيع أصول الدولة. حتى صندوق النقد لم يوافق على بيع أصول الدولة. لأنه يبيعوها لمين؟ لبعض. يأبخص الأسعار ومن ثم يسيطروا على هذه الدولة كمان مئة سنة لأدها. لأنه ما أحد يمعوا كاش دولار إلا هنه. كل الكاش من يقدروا يشتروا أصول الدولة بالقوانين والتشريعات التي تناسبهم لأنه مجلس نير يبعون.